ومثل العلم لن تلقى خليلاً وأهل العلم نعم الأصفياء في مسألة طلبة العلم وطلبة العلم الأولى بهم أن يكونوا حقاً طلبة العلم ويعالجوا كل مشكلة تواجههم بالعلم بالشرع المسألة ليس مسألة حالات نفسية فالشرع يحكم لكل إنسان وأنتم طلبة علم يبايداً الذي يحكمكم هو الشرع الكتاب والسنة وأي شيء سيكون رده الكتاب والسنة الفوز فيه ونهايته تكون أقرب ما تكون عملاً أنا ما أستطيع أن أرجع شيء الله تعالى فتحه لنا لكن الليلة هنختم الكلام على الشفعي ونحن أولى بالشفعي منهم في هذا الباب على أساس أنهم يعلمون بأن المسألة أنهم من لازم قولهم ولازم ما ينتحلون أنهم يتعانون في الشفعي وأنهم يخالفون الشفعي وأنهم ما مشوا على طريقة الشفعي بحال من الأحوال العجب العجب أنهم يعني طاروا إلى السماء بشيء ليس فيه شيء واخترعوا أمراً لهم فيه مغرب وعلى أساس أنهم يعني حماية الشفعي وأنهم الذين يدافعون عن الشفعي ولازم قولهم في ذلك أنهم يتعانون في الشفعي أنهم يحتقلون ما عليه الشفعي أنهم يبدعون الشفعي لكنهم لا يستطيعون أن يقولوا ذلك تصريحة ولكنهم قد بينا لهم المفارقة والمبينة العوز ما بينه وبينه شفعي حتى أخرجوا رجلاً خرج أنا ما أدري والله ما أدري ماذا أقول يعني أنا دعوت له والله بقى يهديه طرعا يقول لك السلف ما بزوزيش الصفات السلف لا يزبتون الصفات هذا الرجل في شيء عنده يعني علمياً المسألة صراحة ظهرت جدا على الضعف العلم الموجود في هذا الباب فهم أرادوا بهذا الكلام طبعا إخراجه أصلا بوازع من أولئك الضعافة الذين ما استطاعوا أن يجابهوا الكلام على الشفع ومسألة أولوية الشفع أين أنتم من الشفع؟ السؤال المطروح أين أنتم من الشفع؟ هذا اللي نتكلم فيه أين أنتم من الشفع في الإيمان؟ أين أنتم من الشفع في القدر؟ أين أنتم من الشفع في الأسماء والصفات؟ أين أنتم من الشفع في مسائل الإلهية؟ أين أنتم من الشفع في مسائل القبور التي أنتم ضغقتم الدنيا بأسرها؟ وأنتم للنهار فتاوة تنزل على مسألة جواز البنى على القبور وأيضا زيارة القبور والتمسح بالقبور والتبرك والتوسل وكل ذلك تعرضنا لهم اليوم اختاما سنقول أين أنتم من الشفعي في هذا الباب على مسألة القبور والتوسل والتبرك على ما ألسقوه أيضا بالشفعي نسبة ولم يكن هذا صحيحا والأمر الآخر نقول ولو أردتم أنا بقى أترك المسألة استفتاء لكم ولو أردتم أن نبين أنكم أبعد الناس عنه فقهيا سنبين ذلك حتى في الفقه أنتم أصلا بعد الناس عن الإمام الشفعي ورب العزة لا تحترمون مكانة ولا تقدرون تعظيما لسنة ولا لدليل جاء به الشفعي وتأخذون به المسألة الهوى متحكم في جميع الناس عامة ختاما أقول أين أنتم من الشفعي البنى على القبور حرمه الشفعي وأيضا نهى عنه وبين الشفعي أيضا في كثير من المسألة لعدم حرمة الصرافة في المسألة فيها الكبور ولو قالوا بالكرهة أو الصادفة في المقبرة يقولون كثير من المتأخرين يخفون علة أظهرها المتقدمون ألا وهي يقولون بأن المسألة اختلاط العظم بالرمل عن مسألة النجاسة ليس مسألة مسألة سد سريعة وهناك إشارات وسيأتي الكلام عليها أنها الأصل فيه المنع من ذلك وسد سريعة لا سيامة وأن هذا البنا على القبور تجسيس القبور التمرك بالقبور كل ذلك فيه غلو والذoo بالتأكيد وقد قال الله一个 وسلم إياكم الغلو إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين الغلو في الدين والمسألة أصلا ما أتت الشركة على الأمة أو ما أتت الشركة على الدنيا ليس على الأمة. ما أتت الشركة على الناس بعد عشرة قرون من التوحيد إلا بسببshot الغلو. كما قال ابن عباس ودى الله عنه أرضاه أنهم يعني كانوا ناس من الصالحين صوروا لهم تلك التصوير وبنوا لهم أو نحطوا لهم هذه التماثيل وقالوا نراهم يذكرون بإيش بالعبادة ثم تقعد الزمان وانتشر الجهل وقال للعلم فاعبدوهم من دون الله جل في علاء فلهم سنبين أيضا أين أنتم من الشفائي في البنى على القبور والتمسح القبور حتى أصلا من متأخري الشفائية النوى وغيره أتكلم بأداء وبين وأنا نقلت هذا النقل وبين أن هذا كله من فعل أنه لا يجوز بحال من أحواله وحن أقول أن هذه ذريعة الشرك ذريعة الشرك فلذلك سنأتي ملخصا لأننا كنا في مشكلة الآن بنتهي منها وأطلنا أسامحون على التأخير فحنحاول بإيجاز نأخذ هذه المسألة وأقول أنا سأترك لكم الاستفتاء لو عرفتم ترد علينا في هذه المسائل في الأسماء والصفات أنا أقول لكم بكل بجاح بجاحة أو بكل بجاحة لو عندكم رد علمي رد علينا في هذا الباب ما فيه شوالا تريد بحال من الأحوال في هذا الباب ولله الحمد للمن الحق حق يتبع الحق أبلج والباطل لجلج فنحن سنقول لكم بكل بجاحة لو عندكم شيء بينوه لنا علميا فنختم المسألة على مسألة الخبور مسألة التبرك التي نصبت لشافعي وإذا أردتم أنا بقى سأترك لكم الاستفتاء إذا أردتم فقيا ابعتون قولوا تبرون بقى كيف أعلن الخبير في الشافعي في الأسول ونحن معكم سنباين لكم ذلك عشان نباين المباينة الكبرى بينكم وباين الشافعي وأن هذا الدعاء الدعاء الخاوي عن الحقيقة الدعاء زائف الله جعله أظهر زائفه يعني بأيسر ما يكون للناس وفاهموا أنكم قوم يعني ما عندكم إلا إلا السب أو الشتمة أو التعدي والتجاوز فقط في هذا الباب ولكن الحقيقة العلمية لو إحنا أصلا رددنا السب بسب أو شدة بشدة يقول لك بص بيجعجعه شوف انظر ده بيشتمه شوف انظر فهم زي بهذا الباب ودي طبعا أصلا المكر والكيد الذي يرد عليه الله جعله يرد عليه المكاوم وكيده وحقيقة الأمري أصلا من السنة أنا أقول من السنة أن هناك معاملة خاصة لأه البدعة الشرع جاء بها بالنص وبأثر الصحابة أن أهل البدعة لهم طريقة في التعامل لكننا نتعامل معهم دينا لأنني قلت وسأقول والله شهيد على ذلك لا خصومة لا خصومة بيني وبين ليس عنده خصومة بيني وبين وبين أحد ما في خصومة ما في عداوة أنا لا أعادي أحدا ولا أخاصم أحد إلا في مسائل العلوم الشرعية والأصول والاعتقاد النقي اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي رجل يعني مرشور عندهم جدا يقول السلف لم يذبته الصفات ولا حيد عن عقدة النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأننا وجهنا الناس إلى أن الذي يحكمكم الآن هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وتفت pine després خافوا انهم يكونوا من الفرق الله طب انت خايف انك تكون من الفرق هذه كن من الفرق النجاية كن من وصف ما قال النبي السلام ان هؤلاء هم الذين كتب الله والله من النجاة قال قال وتفترقوا متى على ثلاثة سبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من يا رسول الله تشرب الأعناق ما هو ما فيش ثلاثة سعين فرقة في النار واحدة تنجو يبقى إذن لابد أن تبين لنا من هي هو ما أرادوا بذلك الأشخاص ولا الأعيان وش أرادوا المنهج لما طيب لأن هذا الدين الدين صالح لكل زمان وما كان يعني هذه الفرقة بس اللي مع النجاة والباقيها لك فكان النبي السلام قال المنهج من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحب من كان على ما أنا عليه اليوم عقيدة علما عملا خلقا خلقا ديانة هكذا ما كان على ما أنا عليه اليوم من أصحابه أين أنتم منهم بقى أين أنتم من أصحابه أنت المتكلم اللي يقول لك الصحابة ليس لهم يعني لا يثبتون الصفاء أين أنت منهم أنت أصلا أنت أين منهم أنت ها الشافع أزبط اليمين وأزبط الأصابع وأزبط الرجل وأزبط العين وأزبط النزول وهذا بالسند الصحب إنه لك الشافع ده من السلف ولمش بالسلف أزبط ولا ما أزبطش مالك أزبط الاستوى هذا ما أزبطه إيه ده إيه ده هو بعمع لمين هذا الرجل ما الذي يحدث؟ يعني هو إما أن يتهم بالجهل المطبق وإما أن يعمل على الناس كيف يقال ذلك؟ وكيف يقول بأن السبب لم يثبتوا صفة عما أثبتها؟ اليهودية أثبتها يا رجل أنت فين؟ الله أنت مش بتحفظ الكتب الستة؟ أين حفظك للكتب الستة المخترع علينا وما قلتموه لنا بهذا الباب؟ ماذا تفعلون؟ الأمة الطائفة دي طائفة أعوذ بالله أعوذ بالله من هذه الطائفة في هذا الباب أعوذ بالله منها أريد أفهم هذا الباب؟ اليهودية أثبت الصفات اليهودية أثبت الصفات وتقول للصحابة لم يثبتوا الصفات لما دخل اليهودية وقال يحمل الله الثرع على ذه والأنهر على ذه والأشجر على ذه والنبو السلام يبتسم إيش؟ طبعا المخابيل ماذا قالوا؟ ابتسب مغضباً طبعاً طبعاً أرشل أبداً ليه؟ لما لم يقتله بأنه قضح في اللجنة في اللجنة وتكلم على الله بما لا يحق يبقى ابتسم مغضباً يعني النبي عنده عنده احتمل على الله يقال عليه مثل هذا الكلام الذي يكون فيه التجبيه وفيه التنقيص ويبتسم؟ يبتسم؟ ها؟ ما هذا؟ تعمون على من؟ أنتم تعمون على من؟ يعني أما لكم وجهة علمية؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أسامة يعني شفع في امرأة مغزومية المسألة فيها على أنه حب رسول الله وحب رسول الله ها كانت تجحد تجحد العرية قال له أتشفع في حد من حدود الله وصار عليه ثورة ما يعلم بها ده الله وحب رسول الله حتى أنه ضرب المسألة الهم قال له لنا كيف تقول لو أبو بكر أمر بهذا يبقى نقول نقول خطأ ونقول فهم كيف تقول ذلك كيف تتجرأ بأن تفرد أبو بكر عن أبو بكر ذلك قلت انتظر انتظر طيب أنا آسف جداً استغفر الله تعالى نشوف الله تعالى كيف ضرب المسألة ماذا قال؟ قل لو كان للرحمن ولدن فأنا أول ما ده اي ده ده قضية الكون الكبرى توحيد ده أصل الأصول في الدنيا بأسرها الكون بأسري غير التعرحيدة الله قال لا وكان لي الرحمن ولد فأنا أول العبيدين النبي ما منذ قال صلى hemen شو بقى الفردية التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم هذه فردية من القرآن وفردية من السنة لكنكم قوم تعمون على الناس هالإشكال مش فيكم هالإشكال مش أنا 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 أسلا ليس ليس عملي معكم ولا إن أنا أعتب على ذلك الإشكال كل الإشكال في من إيش في من انتسب للسلفية وعم عليها بهذه السرعة وعم عليها بهذه الطريقة ويعني أنتم بعد كده يعني يقال عليكم مي خواء ماذا يقال عليكم ماذا يقال عليكم وطلع واحد بها يعني طلع واحد بعد ما تشد عليه وبينا إنه وصل الله أنا قل طبعا بعدها قلت الله مني اعتذن لكم ما فعله إيش هؤلاء طلع يتكلم حتى بأدبه في الكلام يحتاج إلى أدب طلع يقول ولابد من الأدب على الأمة طبع وفين سوء الأدب خلي شيخك الذي وضعك في مكانك اللي انت فيه يقول إن هذا القول في سوء أدب على الأمة خليه يستطيع يقول ذلك أنا أطالبك إنه يطلع علنا ويقول يقول إنه لو قلنا الشفعي لما قال بإن بنت إن الرجل يتزوج ابنته من الزنة أو إن الرجل يخادع لا إنه ده المساء بأس المعتمد إنه يسقط الزخابة التحايل على الكراهة طبعا المباح عند الحنفية ها يقول لنك لو تقول هذا خطأ قل لي إن هذا سؤادة أو تقول أخطأ فلان قل لي إن هذا سؤادة المام بن حزم يقول وحديث أبي إسحاق السبيعي حديث صحيح وزهير أخطأ أخطأ على الثوري وأخطأ من خطأ الثوري بلا دعوة إيش معناه بقى كلام؟ يعني لو خطأت وعندك دليل علم لا كلام وأخطأ من خطأ الثوري مثل الثوري كله الثوري أمين من في الحديث وأخطأ من خطأ الثوري بلا دعوة بلا دعوة عندك دليل؟ خلاص يبقى يخطأ انتهى وهم وهم يبقى إذن لا ناخذ الحديث دي ديانة دي العلم فتطلع ما تقول والآدب مع الأئمة طيب آدب مع الأئمة من قال لك أنه لما نخطي إمامي يكون ده إيه؟ سؤادة وجدت لغة فاضلة ما اسمها في مجموعة النبلاء أخونا الأحمدي وجدته كعمل نشر جزئية لشيخ أبي صحق بيكلم فيها على النبي صلى الله عليه وسلم ومساءات الاجتهاد والخطأ في الاجتهاد أنا ما أردتش أقرأ أقول لها لكن قلت سبحان الله هذه المسائل المسائل المركوزة في النفوس ما أحد استطيع تكلم عليه ما أقول لك أنت اللي كتب الكلام ده هو بيقول والآدب مع الأئمة أنا أقول لك تأدب أنت في هذا الباب بزكاء وافهم ما معنى الأدب وكيف يقول الأدب وأنا أطالبك أن تذهب لشيخك يقول علنا أنه تخطئة عالم أن هذا سوء أدب خليه أقول ذلك وأول ما أقول ذلك سأأخذ نعلك فوق رأسي وأقول آسف أنا راجعتك وأنا جاهل أنا أخطأت أنا راجعتك على جاهل سامح لي وحق ومش هنقشه مش هنقشه يعني أنا أصلا مش هنقشه أي أحد هتكلم بذا الكلام عندي أدلة بحر ممكن تبين خاطئ لكن لا لو قال ده سوء أدب أنا مش هنقشه ورب العزم أن نقشه وعقول تلما قال بذلك أنا سأخذ ذلك وأخذ نعلك فوق رأسي وأقول أنت قد فعلت خير وأقولت الكلام الصحيح خليه بس يقول إن هذا سوء أدب أو إن هذا ليس بأدب معلأ إما أنك تقول إمام قال بمذهب أو تمذهب بمذهب مخالف للنص الصريح لحديث النبي السلام أو مخالف لصريح الآيات بأن هذا سوء أدب بس أريد ذلك العائجة من العائجة تريدوا قال إن شافع في الطهارة والبيوعة نعم نعم معاذ إحنا أتيناهم وإلى الآن مستنين منتظر تفضل أباب رد 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 وأنت مرجع في الإيمان رد وأنت جبري كسب صاحب الكسب فين في القدر رد رد على الشافع قوله فقط مش إحنا إحنا وراء الشافع وأنا قلت لك ألزمك أن تقول إن شافع إيش نبتة حشوية مجسمة صح كده أه أنتم قلتوا علي أنا أكبر أهل الأرض نعم طالع قال شوف النبت شوف المجسم ده بيقول لي لا أصابع ولا أنامل ده هو الراجل اللي أنا أصلاً كلمته في التفاهم مشاهدات يا ابن فهمني أنت تجهل حتى كتاب الله حتى اللغة التي تتمسكها بها تجهلونها افهم أنت الآن أنت الآن بتتهم النبي طب النبي قال فوجدته برضا أنامله لما قال وضع صلى الله عليه وسلم فوجدته برضا أنامله طب النبي السلام لما أضاف الأنامل لله ما هو عالم بمعناها يا مش عالم بمعناها يعني بتكلم بكلام مش فاهمه استغفو الله أو مش عارفه وبيبالغ كلام مش عارفه صح كده أنت تتهم النبي في ذلك تستطيع تستطيع تقول ذلك سكت قلت لي إذن النبي السلام قد بلغ ما يعلم وقد بيّن ما هو أتم البيان وإلا تتهمه في البيان أيضا هم بيتهمون في البيان طبعا هم يقولون أنهم ما بيّنش ليه عشان صحابة وقلهم لا تحتمل بيان النبي هم بيقول ذلك قطح في الصحابة صريح ومن تحت للتحت قطح في من في النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا بقى هم ما زهبهم النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن بلغ أتم البلاغ وبينت أتم البيان أنت بتضغف فيه بل لازم قولك أن تخضح في اللا جل في علا تنصف الله بالنقص طبعا أنت بتقول اللا جل في علا لما تقول لي الله يتكلم الحمد لله اتفقنا في صف تقول لي لا القرآن ده مش كلام الله القرآن ده ايه عبارة عن كلام الله انت عملت ايه أول حاجة وصفت الله بالنقص الله 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 لو يعبر عما في نفسه فجبريل يأتي يعبر عنه طيب ولما جبريل عبر عنه بالقرآن في القدسية القرآن تعال اقول لي بقى نقول لك والمصحف يا عم المصحفي ده كلام مين ده كلام جبريل نعم اتفضل واين ايه هو ده ما نتكلم فيه وهم كده وصف الله بايش ما بيعبرش استغفر الله استغفر الله اللي أنا أقصده انه انه هنا المسألة يعني ظاهرة جدا نحن لا نتكلم نحن خلف الشفع خلاص اللي تقولوا على الشفع يقولوا علينا نحن نتبنى ما تبنى الشفع بأن القرآن كلام الله نتبنى ما تبنى الشفع أن الله له يد وأن الله له يمين وأن الله له أصابع وأن الله له أنامن الشفع بسنة صحيح نتبنى ما تبنى الشفع بإزبات علو الله نتبنى بأن ما تبنى الشفع بأن أول واجب على العبيد هو التوحيد صح كده أنتم الآن بدعونا لان كلامنا كلام الشافع كلامكم كلها هكون مهدى هلمين بس ردوا تعالوا بقى للقضية الكبرى قضية القبور نشوف انتم الشافع مش انتم اصلا ده هو ربنا جابكم والله الذي لا يعني ده والله الله أتى بكم عشان الدنيا كلها تعرف اين انتم من الشافع وانتم تقولوا الشافعي وطلع رجل قال له لان اخر من السماء لا اقول من مكر المشكلة مش عيب القول المشكلة لانه وجد وجد من يحطي اذنه فلما وجد من يحطي اذنه خد بقى على مشاهد بيع جارجيني زي ما انت عايز وجد الاظن لكن دي ما بتدومش ولذلك احنا قلنا المشكلة في هذا الباب هم مش فهمينها طب انت اضرب عملت اضرب وتشهر طب انت اضرب ليه عايزت تسقط الرجل انت مسكين مشكلتك مش مع الرجل مشكلتك مع مين؟ مع الله؟ وهو الرجل نفسه لو كان دين حقا هيقول انت وانا مشكلتي معكم اعملوا هاتوا فوق ده اضعف مضعف انا مشكلتي الان الذي يرفع هو من؟ الله يجعل فعله الله يخفض هو من؟ الذي يضع الحب في القلوب هو من؟ الذي ينزع الحب من القلوب هو من؟ يلا اجمعوا كايدكم وامركم وشركاكم ثم اخذوا الى ولا تنظروا قال اعطيني فانما تحزين وذمشين واقفوا على سكر المدينة المجنون نضعول د Toronto دي قلنا على النبي كان السلام حشاه بابة وامر انه يفرق من الرجل واش Van Holldon وشوف النبي السلام قال اهيك قالوا قالوا عصاينا مذممًا شفت شفت看一下 بيقيموا من؟ مذممء والاسم محمد ما فيشان هكذا اصلا في ما يفعلوه حتى في ما يفعلوه فهام حضرتك Black ومن صع telephone في هذا الباب فالمشكلة هنا احنا اصطى مشكلتنا مع من نحن هذا الامر تعالق ضحفية وتعالق شوف تشوف ده راجل ده بسته بيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا وفيه وعليه وصفاته السيئة دعك من هذا كله من الذي يقيم انت انت يبقى عبدك من دون الله لو انت تملك الجنة ونره التقييم من الذي يقيم من الذي يعطي السواب من الذي ينزل العقاب خلاص هو اللي يعبد بقى واحد ولا شريكة يبقى اصلا الناس من الناس لا لا ليس لهم اي شيء ليس لهم اي تأثير في اي شيء مسكين انفسهم بيد الله جلال فعلها والامر مقدر ومكتوب وكل ما هو مكتوب لابد ان يراه المر فلذلك بقى هو مكتوب عليكم ان الله يظهر انكم ابعد الناس عن الشفع انتم لازم قولكم الطعن في الشفع والتنقص من قدري ولازم قولكم ايضا ولازم اعتقادكم انكم تبدعون من الشفع ولازم قولكم ايضا واعتقادكم ان شفع نبتة حشوية مجسمة على قولكم وعلى اعتقادكم لانه يخلفكم في كل الاعتقاد وقلنا ودعوكم من قولنا وزعمنا هاتوا ما عندكم هاتوا ما عندكم ردوا ما قلناه الان نتكلم بقى على القضية الكبرى قضية البدوي الغوصي الغوصي يا بدوي القضية الكبرى بتاعت فلوس النذور ده انت داخل غلط لانت داخلت على الحصالة لازم اخرون دماغك وعملها مفتاح الرجل اصلا صاحب النذر قالك انا عقت البنى ادمل بتكلم ده يا عم لا عليك افعل بي ما شئت هو رجل اصلا له عمر وسينتهي عندما ينهيه الله ورده فعلا وله عرض عايز تهتكو اهتكو لان الله اما يحفظه واما المسألة فوق مش تحت المسألة والله الحمد والمنا تدار من فوق العرش بفضل لا تدار من تحت تحت ما فيش جوران كل ما تفعل وتجتمع الامم بأسرها لشيء فوق ما فيه كان فيه شيخ معين فاضل جدا قال لي قلت له شوف اقول لك شيء قال لي نعم قلت له ما ارى هو تحجب جدا انا بقول له اشياء هو اطلع عليها طبعا اطلع عليها اخبار اخبار شفاهة اما انا اصلا الله ورها لي من بعد يعني فقلت لشوف الخطة محكمة محكمة باتقان لكن فيها خرق واحد فهو مش عايز يقول لي ايه الخرق ان شاء هو فسكت مسكت شما كلمانا سكتت انا كمان مش هقول لك لما تقول لي حقا عقيقة فهمت زي فهو فضل الغاية ما حقا قال ما هو قلت له لم يربط الأرض بالسماء خلصت اي شيء لا يربط بالسماء اذا عمر مته اي شيء لا يربط بالسماء لأمر متاه والمسألة تدور عند مين عند الله وانحنا نتكلم دلوقتي احنا نقول له ايه ده اسمه جنب جنب التوحيد صح كده خلاص جنب التوحيد واحنا مع جنب التوحيد الشفع هنا في بناء بناء المساجد على القبور طبع بناء المساجد على القبور احنا عطينا محاضرة كاملة على حرومته صح اجمال ان نعطي بس الأدلة حان بردوا يعني حنقوي جنب الشفع ولنقول هذا كلام بالشفع عشان احنا نقول احنا نتوح صري一些 العربنا يضربنا يضرب الشفع الأول العربنا يضرب مين يضرب الشفع الأول أو يقول يا كذبين يا كذبين كذبتم على الشفع ممتاز ممتاز. بيّن احنا كذبنا عن الشفع. دلوقتي احنا في حماية الشفع. اضرابوا بقى الشفع زي ما انتم عايزين. طلعوا بقى بس عجيبوا صورته ازاي وطالع من دقنه تحت اوتاع. ويقول نحن وقال خلاص احملوا بقى جبوه بقى. ازاي هجبوه. ازاي هجبوه. ازاي هجبوه كده. اه واحد بوقت انتم المواجهة بينكم وبين ما بين الامام الشفع. الشفع في الام. قال امام الشفع. واكرهوا ان يبنى على قبر مسجد. طبعا هنا في هذا الباب. نقول. عشان ابين لك التحرين تعال. الشفعي. قال الامس الام نهى ان يقرن المرء بين. يعني تاكل تمرتين كده. كده. هخليها تالتة. حدث لكم. هو بيقول تمرتين كده. تقرن بين تمرتين. انت قاتل. حرام. اخد عماية التالتة عشان دي مفسدة لأهم ونزكقكم. برضو افساد لازم نفسدوان. ماجي? السح لابد رده. في اسباب. ومن اسباب ردها اهم انتققوا. ايش? المسألة في في هذا الباب. انه قال. اذا قارن بين التمرتين فقد واقع في الاسم. حرام. بالله عليك. وبين المساجد على القبور هو نفسه قال. وهذا يقول الى تعظيم المقبور. يبعت عظم من دون الهجرة الفعلاء. يعني يحدث فيه الغلو. فيكون هذا على الكراهة. واخذ التمرتين على الحرمة. ها. نا. تقولون ذلك. فطبعا ده. اللي يقول بذلك يكون يكون رجل ابعد ان لسعى الفهم الشفاء. فيقول الشفاء قال. واكره ان يبنى على القبر مسجد. او وان يسوى. او يصلى عليه. وهو غير مسوى او يصلى اليه. لانه الصلاة للقبر. وكما قال. عمر لانس. القبر القبر. قال وان صلى اليه اجزاءه وقد اساء. اخبارنا مالك. انظر. قال وان صلى اليه اجزاءه. وقد اساء. ودعا للامة الثلاثة. انه لو صلى في مسجد في قبر. فالصلاة صحيح. لكنه وقع فيهش? في الكراهة. يقول اخبارنا مالك. ان رسول الله قال. شو بقى الاستدلال. الاستدلال يبايل لك ايه? يبايل لك حكم ما قال. قال قاتل. قاتل دي معنى ايه? لعنة. لعنة. يبقى فعله يجر اللعنة. حرام ولا حلال عنده شفحة? ده 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 المسألة قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم ومساجد. لا يبقى دينان بارض العرب. فاستدل على ما قال بك بكراهة بنا المساجد ايش? بقاتل الله اليهود. وانهاتي الادلة ايضا الاخرى في هذا الباب. عشان نبين. ان المسألة على ايه? على التأصيل في الشفع. رضع الشفع. هو هذا اللي نريده. رامي الجزائري. قال لي بس. بس رامي عيني يا غلبان. لازم يعيش معنا شوية. اه. قال دخلنا رضادنا على الشعرة. ملقونا سبا وشتما. هو تعبان نفسيا. والاخوة معاه تعبانين الزيت شتم وكده. وهو اصلا معدومش ذلك. انت لازم تعرف ذلك. ده ايه جدا لو عاش معنا يموت بقى. ده انت لو عادت معنا التلات يام بتاعت. التحن دي كان ممكن. كان ممكن يجي لك حاجة. المسألة معروفة فيها ده الباب. استدالة شفع على القرية البنة على المساجد على القبول. قال قاتل الله اليهود ونصارة تأخذ القبول عن بيه من مساجد لا. لا قد يمان بأرض العرب. بالله عليكم. انتم تبنون الان البدوي. فاطمة الزهراء. تبنون الحسين. طيب. ابو العباس. ابو حصيرة. ام حصيرة. طيب. ام ملايا. فهؤلاء البنة على القبول. منين اتيتنا بها. ادي الشفع هو. انتم تبنونها الشفع. صح كده? والرجل. انا اطالب من قال. لان اخر من السماء. خير لي من انا اقول طيب الله اكرمك الهد. انا اقول لك لان تخر من السماء. شفع يقول حرام بناء القبول عن المساجد. يلوضلنا على ذلك. خليك في السماء. ما تخرش من السماء. ما تخرش من السماء. انا زينك دوعة الهد. وانت في السماء ابعت لنا رسالة. ماذا تلط على الشفع في هذا القول? لان شفعي. يعني الان يحرم البنة على المساجد. اتينا. وانتوا اصلا بتقولون ان البنة على مساجد مستحب. طيب. وتقولون ان هذه هذه مباركة اولياء. اتونا الان بالرد على الامام الشفعي. قال. واكره هذا. واكره هذا للسنة والاثار. وانه كره. وانه كره. والله تعالى اعلم. ان يعظم. انظر. انظر للعلة. هو الان باسكن للعلة. قال وانه كره والله تعالى. اعلم. ان يعظم احد من المسلمين. يعني يتخذ قبره مسجدا. يبقى التعظيم عند الشفعي ايش? ها? ان تاخذ القبر مسجدا. ده تعظيم. والتعظيم هنا معناه انه ما تدخل فين? في الغلو. يعني هنا الشفعي بيتكلم على سد الزريعة. ما يقولش كلم على سد الزريعة. بالله عليكم قفوا هنا. ردونا على ذلك. ايها الذي ايها الذي خرمنا السماء. قف السماء. رد علينا. الذين سبونا وشتمونا ودخلوا. قالوا يا اولاد كاذا اتشافع وشافع. رد على الشفع. الشفع يرى انه لا يجوز البنى على المسادل لان هذه ذريعة للغلو. ذريعة للغلو. وهذا في الام. في الام. الجزء الاول صفحة ٢١٧. فقال الشفعي. قال واكره هذا للسنة والاثار. وانه كره والله تعالى. اعلم ان يعظم احد من المسلمين. يعني يتخذ قبره مسجدا. وطبع هذا موافق لقول عائشة النقرة ايه? لو لدارك لأبرز قبر. لو لدارك لأبرز قبر. نعم. قال ولم تؤمن في دارك الفتنة. مين الفتنة? تعال الكتاب اللي ترى. وده رقن رقن اللغة. مين الفتنة? الفتنة الشرك. الفتنة الشرك. قال احمد اهتدر ما الفتنة? الفتنة ايش? الشرك. فلاحظة لين يخالفون على امر ان تصيبهم فتنة وصيبهم عذاب. فتنة شرك. قال هو. قال ولم تؤمن في دارك الفتنة. ده كلم الشافعي. اهنا انتم من الشافعي. انا بقى كده هامشي. خلق خلصت انا كده. كده اغلق بقى المحق اللي اغلق كل شيء وانتهى المضوع. قد وصلنا الى نهاية المسألة والمطاف. على الشافعي فيما تتبنونا من بناء القبور على المساجد على القبور. وكلام الشافعي اما ان تطردوا الشافعي من دائرتكم. وتتبرقوا منه وانحن اسعى الدنس بذلك. فاهم? واما تكذبونا. وانه ده كلام الشافعي. فاهم حضراتكم. واما واما ان تقولوا يا جهلة. احنا عندنا دلة تانية. دبي الشافعي راجعة. الشافعي منسوخ. الشافعي راجعة. كان ميت وتلع. من كرمات الاولياء طلع علينا من القبر. وقال اسمعوا. محمد حسن هيقرأ من كتابي كزا. اوه وتاخدوا بكلامه. اوه وتسدقوا. اوه وتسمعونه. فاقتلع راجل يقول لك دلك. اه اللي هو صاحب الكشف. ما هو صاحب الكشف ولا يقول لك اتاني الشافعي. ففي واحد ابو ابو سطل. ابو سطل ده حكايته حكاية. ابو سطل ده طلع قال لك وقد قال البدوي وجاءني في المنام. وقال ابو سطل له كلمة مسموعة. ها? صح? كلمة مسموعة بين الحلل. صح? صح? طبعا. السطل اكبر من الحلل. طبعا انت عايز تحمي الولا هتحميه فين? في السطل ولا في الحلة السغرة. هو ابو سطل خلق وقال البدوي ان هذا ابو سطل له كلمة مسموعة. نعم هو ابو سطل. شفت شفت شفت. ماشي. وطلع ابو سطل بقى في هذا الباب. وهيقول والشافعي قال كلامي منسوخ. محمد حسن كزافي. بقى خلاص. صدقت انا وامنت وانتها الموضوع. لكن لو لو جي البدوي ولا لكده مش هسد. مش ااخد بيه. قل لي الشافعي هو اللي جالي. فانا منتظر الان الرد عليها علميا او رد عليها. بمعندهم الدليل او ابو كشف. اه الكشفة الذي قال له كل الاولياء يتكلموا بالطلاصة. انت تتكلم بالكشف. وهو نعم هو الوحيد يتكلم بالكشف. اه الشافعي ايه? بدع هنا برضو لازم يجيب لي علامة ان شافعي بعت البدوي. لانه ممكن ممكن ها? لا كده برضو الكلام ده ممكن نستدقه. ممكن البدوي يقول لما كنت اول مبارح مع الشافعي. فاهم حدناك وروح تنو. لان هما خلاص بقى انتهى المسألة مسألة وسطة لهذا الباب. وحدسني قلبي عن ايش? عن بادوي. هي دي. فيأتي هذا الباب ويأتينا بالرد. الرجل بيقول ولم تؤمن في دائرك الفتنة. ده كلام الشافعي في الام. اخد بقى ثاني. والضلال على من يأتي بعد بعده. فكره والله اعلم لان لا يوطأ. فكره والله اعلم لان مستودع الموتى من الارض ليس بانضف الارض. وغيره من الارض اه من الارض اه انضف. ده معنى ايه? رتب لك ايه? العلل. فأتب العلل كبرى ثم العلال الاخر. يكلم على مساة اختلط العرض بالارض والارض يكون ناديسة. ليست هيها الاصيلة. كل المتأخرين لما نقلوا حرمة الصلاف المقبرة نقلوها على اي علة? على اي علة? على اي علة? على اخذوا علة. طب فين الاولى? اين هي? يقول لك نحن اعلم باماً مذهب منكم. صح? صح? اه اه بيانناه الان. شوف وهذا كلام الشاطبي اللي هما اعزيت بحوه. اللي هما قالوا على الشاطبي انه انه ايه? صحفي. واش قال? قال قال الشاطبي المتأخرون افسادوا الفقر. فانا اقول الان هذا هو. في هذا الباب اعيد عليكم كلام الشافعي والرد بقى عندكم قلو. قال الامام الشافعي واكره. وهنا بيان لك العلال الثلاثة مرتبة. واكره. يعني احرم. ان يبنى على القبر مسجد. مسجد. وان يسوى. او يصلى عليه. وهو غير مسوى. او يصلى اليه. قال وان صلى اليه اجزأه وقد اساء. ودي اللي احنا قلناها لاما الثلاثة اتفقونا انه لو صلى في المسجد فيه قبل. فالصلاة ايش? صحيحة معه. اما الاربعة اتفقوا على كراهية الصلاة في المسجد فيه. والحنابين قالوا يأثم. يحرم. وقالوا الصلاة باطلة ايضا. المعتمد عندهم. وان كان لما يكون مهمة عندهم رواية ان الصلاة ايش? صحيحة. وقد اساء اخبرنا مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود. قاتل يعني لعن. شو يقول كوريها وقاتل يكون ايش? هل كراهة تنزيه? لا ابدا. بها الباب. هم يتورعون. قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائيهم ومسارد. لا يبقى دينان بارض العرب. وقال واكره وهذا للسنة والاثار. وانه كوريها والله تعالى اعلم ان يعظم احد من المسلمين. يعني يتخذ قبله مسجدا. ولم تؤمن في ذلك الفتنة والضلال. حط تحتها اربعة عشر خط. وقل لي الشفرة ما قالش داك. النسخة اللي عندكم في الام. نسخة اه شرعة اتناشر. نسخة فيها كذبين والضاعين. وده اللي حصل معاه في دبي. قلت ابو نبيه في ام نبيه في النار. قام عليه الرجل قال تعالى انا. انت ايش? كنت انا كامل العربية. لم يعرفني انها مصري. قلت له مصري. قلت له مصري. قل配وا انت مصري? قلت له انه عم مصري. قال لي ابو نبيه في النار. والحديث الصح مسلم قال ابي ابوك في النار. السلح مصري Someone's ابي وابوك في النار. هذا صح مسلم? النسخة المصرية فيها حديث موضوعها. قال انها كذب م verso. نسخة مصرية فيها كذبين. وانا ايما نسخة شرعة اتماشر في الام? فيها كذبين. يا رب يدينا ودينا سروا. ورب العزة ليس لنا خصوما مع احد. حسبي الله نعونا اكيد. حسبي الله نعونا اكيد. بجناب التوحيد. اذا كنت بجناب التوحيد لا تهاب احد. اخوتي يا الكرام اذا اقول في هذا باب قد ظهر كلام الشفهي ظهورا بجلاب. نحن طالب الجميع الان ائتونا بما يشهر. بما يخالف ذلك. كذبونا اعم. احراء. قولوا ان هذا ليس في الام. قولوا ليس قول الشفع. قولوا الشفع قال لكم في المنام وقال اوقعوا وتسمعوا محمد حسن. اوقعوا. هذا كلامه ليس عندي. انا بقول لكم اللي بتعملوا كله حلال في حلال. ده ما فيش اي حاجة. مساءات السببية لا تؤثر. طيب. فخرجوا بس. خرجوا وردوا علينا. الشفعي يحرموا البنى على المساجد. وبين الا الا في ذلك قال ولم تؤمن في ذلك الفتنة والضلاء. والضلاء على من يأتي بعده. ليه تقعد ريش? الزمان وانتشار الجهل يحدث ما حدث مع 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 اه 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 وادا واغوة 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 ونصراء. مسألة 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 التمسح بالقبر انا 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 نقلت عن النووي وعن غايرة عن حليمي مسألة الحرمة واتيت بها. لكن هناك مسألة ايضا الشفعي قال بها عشان تعلموا هاي دي ايضا بيتكلموا فيها. قال لك اعلم ما الارض وتلع المع الارض يقول لك فيش حاجة اسمها سفات. السلف ما ازبطوش سفات. جاهل مركب. جاهل مركب. عميق. عميق في هذا الباب. يا امهدي. ده اليهود يفهم اكتر منك. ده اليهود يزبط الصف. والصحابة اللي جالسوا. اقرروا بذلك. والنبي اقرر بذلك. تقول ما لا يزبطونا السفات. ما هذا. اما اطلع على ذلك. اما اطلع على حديث ابي رزين. قال او يضحك ربنا. ودي سفر مش سفر. او يضحك ربنا. قال او يضحك ربنا. قال او يضحك. قال ما الذي يضحك الرب. وتقول لي اعلم اهل الارض واعلم السرية. يا رجل. هذه مشكلة كبيرة. مشكلة كبيرة في هذا الباب. مسلا. اهو اتفضل ده انت تحسن الينا. يا شيخ بسوق. لا لا اتفضل له المكفون. لا ما ده انت تكررها كمان. اعملوله التكرار مع المغناطيس. اسمه ايه اللي يجعل اللي هم بيمشوبر بالبطيء. ها. خليه كلم او او ايه بيت الله واحد ده واحد. واحد. حرف بعد ساعة حرف. واحد ده واحد. واحد واحد ده واحد. عشان دي دي انا اصلا. الله. الله اكبر. الله اكبر. هنا عندي. دي في الام صح? صح في الام? او نعم. او يقول خلاص العلماء خاطبة لا يعيبون ايش. لا يعيبون ده. او نعم. الشفع قال. اي اي. اي. اتت. الشفع قال. واحب ان لا يزاد في القبر. تراب من غيره وليس بان يكون فيه تراب من غير بأس. اذا اذا زيد فيه تراب من غيره. ارتفع جدا. وانما احب ان قال ان يشخص على وجه الارض. شبرا او نحو. واحب ان لا يبنى ولا يجسس. فان ذلك يشبه الزينة والخيلاء. تعائش بالزينة والخيلاء. او مسألة اجلا. نظر فيها مسألة الدنيا. ومسألة الاخرة. ما يدعو الاخرة ما يدعو الدنيا. الزينة والخيلاء. وطبعا اصلا لابد ان نقول وهذه لازمها ايش? سورة. ها? الغلو. وتعظيم مين? وتعظيم المقبول. لازمها تعظيم المقبول. نعم. وليس الموت. موضع واحد منهما. من الزينة والخيلاء والتعظيمة. قال ولم ارى قبور المهاجرين والانصار مجسسة. شو بيرجعهم لمن؟ بيرجعهم لسلف او لا. قال ولم ارى قبور المهاجرين والانصار مجسسة. قال راوي عن طووس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تبنى القبور او تجسس. ده قال شفعي. نهى ان تبنى القبور او تجسس. قال شفعي. ولقد رأيت من الولاة من يهدم. كان بها هنا. يعني يعني بيطبق وصيت مين? وصيت الانصار ملسلم لمين? تعريبنا ابي طالب. اللي وصها المين? ابي هاجر هسد. قال الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم. هل تريد قبرا مشرفا الا? سويته. ولا ها? ولا صورة الا تمستها. شفعي يقول ولقد رأيت من الولاة من يهدم بمكة ما يبنى فيها. فلم ارى الفقاء يعيبون ايش? ده ده يبقى هنا ولي الامر والذي يحقق المسألة هنا اه? حقق للاب التوحين. يقطع باب آآ باب زراع ايش? زراع الشرك. وضع الهلوب في هؤلاء. التمسع على القبور كما قلت انا قلت اه? وبينا ان الشفعي يقولون بحرم ذلك. وان هذا لا يفعله الا العوامل الجهلة. قال ذلك. انه يقال لا يفعل ذلك الا العوامل الناس الجهلة. فلا يغرر انكم فعل هؤلاء. في مسألة مهمة. نظرة الشفعي نظرة يقول مع النظر ان يمشي لبيته من بيوت الله. ده كان لان انا قلته على الاخ اللي هو معانا تعلم. وبعد كده يعني شرت. وماذا قال هذا الاخ اللي تعلم وشرد? قالوا ويجوز شد الرحل الى قبر الشفع. يجوز شد اه 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 شد الرحل الى قبل الشفع. ازاد الشفع. هرأيت? طبعا اصلا بيخيل لهم الشيطان بايه? بذات القبور. قلنا لا خلاص ذات القبور نعم. مفيش كلم فيها. لكن شد الراحل لذات القبور ايضا لا تدوز. تتمسل باركة في الفعل. لا باركة الا في شيء واحد. عن شد الرحل لفين? لا تشد الرحل الى ثلاث مساجد. المسجد الاقصى. المسجد النبوي. والمسجد الحرام. قال الشفعي. ولو انا رجه في لقمع كيف دخل على على شباب. والشباب دول كما قلت. وافق شنن طبق وفق وفعنقه. وفق وفعنقه. فقالوا قالوا طب وفعنقه لما يشد الرحل الى الشفع. امام المذهب. وانا انا يذهب يزور. شوف الشفعي نفسه بيقول ايش. نظر ان يمشي. نظر لو ان رجلا قال ان شف الله فلانا. فلله علي ان امشي. لم يكن عليه ماشي. حتى يكون نوى شيئا يكون مثل برا. فان لم ينوي شيئا فلا شيء عليه. لانه ليس في المشي الى غير موضع البر. بر. وموضع البر المشي فيه الرحل فين? مساجد ثلاثة. قال الشفعي. ولو نظر فقال علي المشي الى افريقيا. او العراق. او غيرهما. من البلدان. لم يكن عليه شيء. لانه ليس لله طاع في المشي الى شيء من البلدان. وانما يكون المشي الى المواضع التي يرتجى فيها البر. وذلك انظر بقى هنا. لاننا لو ما وقفتش عند هذا. يقول لك تب ما وقال بر. وزارة القبول ايه? بر ولا مش بر. بر. فيمخفها يقول شوف انت مفهمتش كما مش شفعي. لا اخد. نص الصلاح من المشفعي. ويقول يقول وانما يكون المشي الى المواضع التي يرتجى فيها البر. وذلك المسجد الحرام. واحب الي لو نظر امشي الى مسجد المدينة. وان يمشي الى مسجد بيت المقدس. لان رسول الله قال لا تشد الرحل الا الى ثلاثة مسجد. لا تشد الرحل الا مسجد حرام ومسجدي هذا. ومسجد بيت المقدس. قال ولا يبين لي ان اودب المشي الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس. كما يبين لي ان اودب المشي الى بيت الحرام طبعا. المشي بيت الحرام لو اوجب اوجب عليش. فريضة الحج. فهذا على مساءة الاستطاعية. وذلك ان البر بيتين بيت الله فرض. والبر بيتين نافلتين. واذا نظر ان يمشي الى بيت الله ولا نية له فالاختيار ان يمشي الى بيت الله الحرام. ولا يجب ذلك عليه الا بان ينويه لان المساجد بيوت الله وهو اذا نظر ان يمشي الى مسجد مصر لم يكن عليه ان يمشي اليه. المسجد مش القبر. القبر اللي هو قال فيه يخشى ان يكون فيه فتنة وضلال. لمن يأتي بعه. فقال وهو اذا نظر ان يمشي الى مسجد مصر لم يكن عليه ان يمشي اليه. ولو نظر برا امرناه بالوفاء بيه ولم يجبر عليه. فهنا اصالتا قال انتوى ونظر لمسجد لبيت يكون بيت ايش? بيت الله الحرم. في هذا الباب. وهذا ايضا في الام الجزء الثاني صفحة واحد وتمانين. عندنا شبهات. طبعا النقل فى شبهات تأتي بقى او الشفع بيزيد. عشان نزد معهم. شبهات انهم قالوا قد توسل الشفع بآل البيت. عالتوسل عشان ندخل معكم فى التوسل. وايضا شبهات قالوا بان الشفع تبرك بقبر ابي حنيفة. وذا ابي ما توسل بقبر ابي حنيفة. الكاذب والزور. في هذا على الشفع. نبين ذلك ان شاء الله يعني في درس التاني التاني لانه هو المشكلة يعني المشكلة عطلتنا وتعطلنا والله يغفر لنا. ويغفر لمن عطلنا. والله مستعان. القوم ما عندهم روح دليل. مفيش روح دليل. المسألة كلها يتمسكونة. وحتى الان هم بيطرحون. لان هم اصلا عندهم الدليل غير قائم. يعني هم عندهم غير معتبر اصلا. الكتاب والسنة عندهم دول امر ثانوي. مش اصلي. الاخوة ليه مش فاهمين الكلام ده? القوم القوم. عندهم الكتاب والسنة ثانوي. مش اصلي. انتوا فاهمين? فلا عتم انه هم اصلا لا يحتاجون. هذا ليس عندهم اصلا. شوف شوف اخونا الفاضي يقول. ما رأيك في القول? يا رسول الله خذ بيدي. على المعنى المجازي. خذ بيدي في الاخرة. واشفع لي. وهم مش اخذ بيدي حد اصلا اشفع له في هذا الباب. يشفع نعم مش اخذ يدي حد. ماشي. دعنا. خذ بيدي واشفع لي. وممكن في الدنيا على اعتبال خذ بيدي هداية توفيق. بأن اذكر بسنتك من رسلك. ومع عدم الاعتقاد فيه انه يفعل دون ارادة الله. شوف شوف الكلام. شوف الكلام. ما هذا? شوفت رب الناس عليه? شوفت رب الناس عليه? ها? لا وخذ بهذا. شوف شوف هنا الان كيف رب الناس عليه? بيقول لك وهذه تعتبر خذ بيدي يعني ذكرني بسنتك. الله الله الله. يقول مع عدم الاعتقاد بانه يفعل بدون ارادة الله. يعني هيفعل. يعني هاخذ بيديك. فهم حضرتك ما ودعنا لا فهم من كلامك. طيب ما قلت بدون ارادة الله. يبقى الله يريد ان النبي يجي اخذ بيديك ويهوديك فين? بسنته. ايه ما هذا? اخي اخي دعك عن هذا. هذا الجهل المركب الذي ساصل بك للشرك. ومسالة المجاز عندهم قوم قوم اعتلوا عرش المجاز من اجل التخريف في دين الله هو المجاز عرف عند النبي. عرف القان الاول. ها? عرف القان الثاني? عرف القان الثالث. المجاز terrorists الشافعي اللي هو اللي هو أسطورة اللغة كما يقولون. الشافعي باب اللغة. انتكلم بالمجاز? ماليتفعلون? ليه ما يتفعلون ذلك بالناس? وحتى المجاز عندكم اي مجاز. يعني ما يقول يا ينبي يا رسول الله انت عملت نادية النبي صح كده? وانه ذه أدعاء. مع أصبه انشاي. نداء دعاء. طبア أنت يا رسول خد بيدي. طب هو اسمعك. ها? طب المجازل هنا في ايش? ايه? يعني خد بيدي في الاخرة. طب هو اصلا هيخد بيدك في الاخرة لما يأزلوا ربنا. انت تعديت هو الان. قل يا رب شفع فيه النبي. معين اصلا النبي السلام سيشفع في الجميع. لغا خد بيدي وشفع لي. خد بيدي وشفع لي. طب هو اشفع الجميع. قال واختبأتوا دعواتي شفاعة لما شوف شوف كيف كيف اصلا جاهلوهم المركب في هذا الباب. هو يقول المجازل عشان هؤلاء. دول 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 جهلة في اللغة. طب يا عم اللغة. يا استاذ في اللغة. انه يتكلم بالمجاز. اجيبني. ها? ابو باقي تتكلم بالمجاز. الصحابة تتكلم بالمجاز. التابعون سائل المساعدة تتكلم بالمجاز. دول افصح الناس. لغاتهم العربية صليقة. اين 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 هم من المجازة. اخي دعك عن هذا. دعك دعك جهل الجاهلينة ودريعة الشرك ان فتحتها. لم تستطيع ان تفوت منها. اخونا عبدو قال. كلام طيب جزال الله خيرك. قال طبعا. تكلموا بالمجاز. طب هات. قالوا والقرآن كله مجاز. ربنا قال واسأل القرية. حبيبي دي لغة العرب. لغة العرب يا بابا. والكلمة لا تعرف لا تعرف معناها في ايش? في ذات يا بل في السياق. واسأل القرية. ايه هتسأل? هتسأل الجدران والحيطان. واسأل القرية العرب كلها لما تسمع. تعالى بص الناس دي ما تعرفش مجاز ولا. انت اسمك يا الله. دعك صغير تعالى. لما انا اقول لك خش خش الشنة ده. اسأل القرية. يعني اسأل ايه? اسأل الشارع. اقول لك بص اهو صراحة كده. يا عم هو قال لك شارع الحب. هو الشارع بيحب. شارع الحب قالت له اه قالت له انا مش فاكر. قالت له ايه? علمني الحب. في شارع الحب. قالت له علمني الحب. هل الشارع بيحب? ها? لما نقول طب اسمع اسمع اسمع. يقول لك ما تبط نجبتنا فاتحتنا خير والله. الحب ده حاجة عالية جدا. لا تدخل شارع فيها. الشارع ده شارع الحب. لا. اه. لا بقى اقول لي ابو عيون جريئة. عشان تخش في الموضوع. ابو عيون جريئة. فهم? لان هو قال. الكبير قال. ابو عيون جريئة عدا حين غنها للنب. شوفت الكلام شوف استغفر الله. طب الحلوة الحلوة. ها? في هذا الباب. هيغنيها في الشارع شارع الحب نفسه. فانا ما اقول لك لا تدخل هذا الشارع. الشارع ده شارع الحب. العوام كلهم لما يسمعوا اني شارع ده شارع الحب. ماذا سيقولون? ايه. سيب بالله. ماذا سيفهمون من قولي? ما تدخلش شارع ده شارع ده شارع الحب. معناه ايه? طب انا اقول لكم انا اقول انتم صوبون وخطأوني. والناس هنا في الفيس يعني معناه مليان حبيبة. كل واحد ماسك واحد تحت الشجرة انتي حياتي انتي روحي. صح جبر ما تدخلش شارع ده شارع الحب. يبقى انا هل ده مجاز? والذي من اللغة التي فهمها الناس وتعرف عليها الناس? دي لغة العرب. لغة العرب حبيبي. لما يقول واسأل القرية عن اسأل اهل القرية. وكما قلت لك لكنت تفهم وتعقل الكلمة لا يعرف معناها في ذاتها. ولكن يعرف معناها في ايش? في سياقها. وده اللي كان من كلام الله. تقول القرآن كله كله مجاز. هذا 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 عطب. هاتلي الشفعي قال بذلك او احمد قال بذلك او ابو حنيفة قال بذلك او يبتلك على وره شوي. لكن الصحابة ولا واحد تكلم بالمجاز. ولا واحد تكلم من السلام وقال لابو ذلك. يا ابني بيقول لي طي ما ده اسمه في لغة العرب مجاز خلاص. انت عدخلته خلاف نبزي. المهم ان هذا ان هذا على حقيقاتي. تعال انت بالما تقول لي يا ده الله يعني ايش? يعني القدرة والنعمة. من وين قتيت بذلك انت? في الموجب لك انك تجعله مجاز. ها? ما الموجب لك انا بس اعلك اقول انا يا عبدو عبدو. الموجب لك ها? على ان ده مجاز. اتفضل. مولانا هالكلام من كثير? ان فيه الف مدفون في المنزل الحرام? ده كلام باطل او استاذ. باطل. وقالوا ان اسماعيل مدفون تحت الحجر. او نعم. وفهجوا. مش مفاوز. مفيش مفاوز. ده بوس ده مش الاف مش الف. اكسر. اكسر. فهذا كلام باطل. كلام باطل او استاذ عبدو عبدو. ولو كان صحيحا لاخدت بيدك وقلت لك تعال نشوف بقى المزج الحرام يحرم الصلافية. سقفت بكده وتقال راسي. حقول لك يا حرم الصلاف المزج الحرام. اه 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 اه. ما تنساش. تقطع. شفتوا اهو. اه ده اخر فتاة والرجل المعتون. قال. المزجد الحرام لا يا جوز الصلافية. خلالي. خلال السؤال يا يقول لك هذا مطلوب دمه لان. اه حرام والله. حرام كده والله. حرام. يعني بنلعلك. الف مطلوب. الف وقف. ده ايه ده? الف وقف في الجزيلة احنا كدنا بنطوب فيها. واحنا ماشيين كل ده عليهم. كل ده عليهم. الانبياء لا تؤكل ايش? لا لا الارض لا تأكل اكسادهم. المزج خيف في سبعون انا بي? بقى كمان شونا مش شفتون فيه? لازم نروح على الكاثم اللي هض الطرف. اغمس له بأعنين. الشيخ الشابع يقول لك بيهدموا بس البناء فقط. فعيعملوا في المزج الحرام لو كان فيه قبور. اخونا استيس محمد بادر قال مجاز كثير في القرآن المولانا. والله يا اخي انا لا اؤمن بان القرآن في مجاز بحال من الاحوال. وبيانت ذلك شرحا في اصول فيك بس عشان احتراما لهم. الناس كتبوا بأدب نرد عليهم بأدب. فيعني في هذا الباب. وان قال كما قال عبده باني دي لغة عرب اسمها مجاز اقول له يعني انت تقول بيني وبانك الخلف لفظي في هذا الباب هذا عندك. لكن انا اقول لا مجاز. ولا مجاز في القرآن. ولما تقول للمجاز في يد الله فوق ايديهم القدرة اقول لك هات الموجب لذلك. بس هات الموجب لهذا التأويل الذي جعلته مجازا سأحمله عنك بس ائتيني الموجب لذلك. ائتيني بالموجب عندك. وانا قلت لأستاذ عبده عبده ائتيني بالموجب عندك ايضا. ولم يأتي بالموجب. وانا استاذ محمود بادر بأدبك. لذا كالله خيرا. لا كلما غالط هنا. بيقول للمجاز قلبي كل الناس. لا ما قلبي كل الناس. لا لا هذا قطع مبين. ما قلبي. الصحابة ما قالوا بي. التابعون ما قالوا بي. تابعوا تابعين. ما قالوا بي. لما الاربعة ما قالوا به. وفي المتأخرين اردت ان تعرف ابن تيمية. ابن تيمية. ابن القائب. ابن خزة من دات. اللي هو المالكي. طيب. وش انقيتي. اخرهم ما قال بالمجاز في القرآن. كل دول ما قالوا بالمجاز في القرآن. استاذ محمود. ايضا حتى يكون لعلم حضرتك. استاذي محمود البدر بيقول انه ابن حجر السيوتي وغيرهم. انا مش بنكر عليك انهم قالوا بذلك. انا اخر لك قلت لك انت اخلت ما في احد ايش. ما في احد قال به. انا قلت لك انه قال به كثير من الناس فقط. وانا اخر بما قلت انه هناك كثير من يقولون به. وانا لأ دين الله بما يقولون. اخونا عبدو عبدو قال مولانا معلش. في سؤال. هل يستطيع سالف الناس كلنا عشرة من العلماء الشفعية. مش اشعرها. انت كده بتخدع نفسك. قاعدك بذلك. وابين لك لو في واحد بس. ذكرته انا. مش 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 اشعاري. بكل الشافع الاشعارة. اقول لهم انتم ابعد الناس عن الشفع. لو ذكرت لك الموزني والبوايتي لكفة. والصابون وغيره. امم. ها? والربيق. كل ما كان مع الشفعي. امم. سازكرهم لك. ساسردهم لك. وارجو منك بقى. اذا ذكروا لك ان ترجع عما انت فيه. ويكون الحق يعني وتعترف بالحق. رضي الله عنك وحسن الله لك. وبعد ذلك تبين ان هؤلاء الاشعارة من المتأخرين قد ابسدوا الفقه على الشفع. وقد خلفوا امامهم في العقيدة. كيف يكونوا شفعة? وهم مخلفينه في عقدته. كيف? كيف? شوف 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 قال الشفع بياقوب. ام عبد الله قالت له الشفع نفسه كفينا. عقدته كافت. خلاص مش اشعاري. الشفع مش اشعاري. عليك فيك ذلك. تمامة عبد الله. انت اصلا مؤدد. وانا احترمك وفوق رأسي. اذا جاءك الحق عليك عليك ان تقره. رضي الله عنك واحسن الله عليك حبيب. وانا اوقاف. وقفت المسألة من اجلك. فقط. نعم? دي مشكلة كبيرة جدا لو اخذ الحديث لو قامن نبيه عشرة من الليواد. لامت بنّ بنه بانه في اسرائيل. المفروض المفروض في هذا الباب يعني ايش يعني تكون تكون بقى انت خلاص جبناك عشرة. ها؟ واجب لك انا كل المتقدمين الذين يقتلونك من الشفعة الذين لهم ما لهم من من ادبات العقيدة الشفعية الصحيحة. وعليك بقى ان ترجع وتتقل له وانك انت اصلا بتخالف الشفع انت بتتهم بالشفع ان هو نبتة حشوية مجسمة الان. فعليك ان ترجع على امامك. البخاري ايه? ابن المنذي ابن المنذي طبعا من اصحاب الشفعية كلهم قالوا بذلك. وطبعا ان كل من كتب كل من كتب في 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 طبقات الشفعية ادخل البخاري فيها. يا طالب العلم قم لا تنم فان الزمان امقضى وانصرم فكن ما حيت ضنينا به فضنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل ان يقطع عزمك سيف الهرم. ودع ما استطعت فضول اختلاط واكل ونوم وقول يذم. وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم كثر يا اخيا حرم. وحقق اذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم واصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فان رمت يا صاحبي رفعة بدنيا واخرى فلذ بالقلم. واخلص لربك واعمل بما علمت وان تلقى فيه الالم. وصابر وذابر ولا تكسلا فان الهموم بقدر الهمم. وحقق اذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم واصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فان رمت يا صاحبي رفعة بدنيا واخرى فلذ بالقلم. واخلص لربك واعمل بما علمت وان تلقى فيه الالم. وصابر وذابر ولا تكسلا فان الهموم بقدر الهمم. فإن الهموم بقدر الهمام